أخطر مشكل يواجه الأسرة الجزائرية حسب الإحصائية الأخيرة عشر آلاف حالة خلع في السداس الأخيرة من سنة 2021 والطلاق لا حاديث ولا حرج لما يفهمش مشنه هو الخلع الخلع معناته نقدره نقوله أنه المرأة طلقت راجلها زوجها وأصبحن يعملون حفلات للخلع تفرح بالخلع التاعها بتفكيك هذه الأسرة وتمزيقها الرجل يروح وحده والمرأة تروح وحدها في هذا الفيديو رايحنا هدروع للأسباب لتدي لهذا الشيء خاصة الخلع في الأسرة الجزائرية في المجتمع الجزائري راوية زايد درجة بدرجة وهذه الأرقام أصبحت مخيفة ومخيفة جدا يا للأسف مجتمعتنا الإسلامية السبب الأول دخلتنا عقلية الغرب عقلية القور نحن لدي شارج تاع الموندونتي لدي شارج مفرغة للأوساخ في العالم يعني كل عقلية زبل في العالم نحن نجيبها لا نجيبوش العقليات اللي نطلعوا بها العقليات اللي نديفلوبيوا بها يا أخواني أخوات الكرام كل عقلية زبل في العالم نجيبها لمجتمع التعنى ثانيا الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي كارثة بسبب القنوات الإعلامية لتبث خاصة المسلسلات الترك الطفلات تحب تعيش كما تشاهد الناس تعيش في تلك المسلسلات المسلسلات أصبحوا يأثروا كثيرا على الشاب والشابة الجزائرية وبالتالي رأيكم شتوا ومواقع التواصل الإجتماعي ضربوها من فيسبوك وإنستغرام علاقات في مواقع التواصل الإجتماعي الناس تتعارف التمى والسبب الثالث أيضا العلاقات الغير شرعية اللي رأيهم يديرها هذه الناس أو العلاقات السرية كما يقول بين الشاب والشابة لسنوات طويلة وهما يمشي مع بعض في الطرقات يصلون ويتجولون في كل مكان وفي المقاهي وهي رايحة يتعارفوا على بعضهم يقول لك باش نتعارفوا أنه نويها لحلال ولأخره ثم يصر الزواج وصلوا الزوج لتم يبدأ المشاكل لماذا؟ كل شيء كذوب في كذوب علاقة طبل علاقة طاقة على منطاق التي كانت في سنوات ثمان سنوات كانت تلتاش سنة هو يمشي كي تزوجوا يعني بقى لهم غير الأشهر القليلة باش يطلقوا في مبعضيتهم أتبان الحقيقة هو يبان على حقيقته وهي يتبان على حقيقتها وبالتالي يصر الطلاق وكان لعندهم حتى الدراري إذن يفككوا الأسر الجزائرية شوفوا وين وصلنا وهذا الشي كيف وصلنا ليه؟ البعد التعنى عن الدين الحنيف الدين الإسلامي تعال الحق بعدنا على الدين التعنى وحد البعد كالسماء والأرض فاصر بنا هذا الشي حنا نجيبوا العقليات الفاسدة من العالم كله ما استغليناش موقع التوصيل اجتماعي باش نزيدوا نثقفوا نزيدوا نشوفوا أشياء مفيدة أشياء تعليمية أشياء هادفة وفي قنوات الإعلامية أيضا هذه الإعلام نقولوا 99% كاريثي قنوات الصرف الغير صحي ما يشرفش دقون وصلنا أخوانا أخواتي الكرام في الأسرة الجزائرية والعائلة الجزائرية الأب والأم هما ديجا ما رومش مسؤولين ما رومش ناس مسؤولين على أنفسهم ما رومش الدون مسؤولية تاعهم كما يلزم في الحياة التاعهم اليومية رأنا نشوفهم أخوانا أخواتي الكرام يا للأسف هذا شيء مؤسف ومحزن ما قدلوش يكونوا مسؤولين على أنفسهم أنهم يمشوا شوي يقبالا وسقموا أمورتهم كيف هادوما يزيدوا جيبوا يتزوجوا ويجيبوا أبناء وأطفال كيف يربيوهم ورأنا نشوفوا النتيجة في الشوارع هذا الأطفال اللي جيب بارك ورمي لا تربية لا دين لا أخلاق لهم يحزنون رأيكم تشوفوا يروحوا يسوى يتبع طريق تعدين وذي قال نفسه في الجهاد ولا آخره يعني لبرونش تعدين يروح فيها طاق على منطق ولا لبرونش تعد المخدرات وطريق تعد الشراب ولا آخره الكاشيات ورايح تاني في هذا الطريق إذن الأسرة الجزائرية الأب والأم ولاو ما يربيوش أولادهم ولاو خلي بارك لأن الزواج تعدهم ما رأيوش مبني على الصح هذا عنده فايدة وهذه عندها فايدة على بها أرى وصاري هذه الكارثة وهذا الشي عشر ألاف حالة خلع في السودة الأخير من 2021 طلاق لارنسيت وقل 40 ألف ولا 60 ألف طلاق رأيو الشي اللي وصلنا له أخي وأختي الكريمة وكيف هذو ما يربيو أولادهم أنهم ما يشاهدوش تفاهب على مواقع التواصل تلقاهم دلر صغار يعطوا لهم لهواتف تلقاهم وليطابلات ويدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي هذه كارثة رأي انتجة كارثة تبعونا هذا التافهين وطلعوهم في مواقع التواصل الاجتماعي ويجيبوهم لقنوات إعلامية كبار في القنوات تعنا حنا هذا الشي صراحة نرى نتألم ونتأسف ليه القلب بتاع الإنسان يتزير كيسمع الأرقام هذا الشي إذن الشر رويت زيد في مجتمعتنا والسبب هو أنتوما أيها الأولياء اللي تتزوجوا ديجا لساس تعزواج تعكم ماشيم بنعلا الصح هي مسؤولية كبيرة هذا الزواج لازم يدير له واحد يطلع ألف مليار حساب مليار حساب في عقله قبل ما يدير هذا الخطوة أنه يدخل القفص الذهبي كما يقولون قفص قفص إذا كان ذهبي ولا حديده ولا قفص قفص وإحنا رانا نديره هذا الفيديو يا إخواني أخواتي الكرام لإنقاذ ما يمكن انتقاده باش توصل للرسالة تعنا توصل للأولياء هدوما وللناس اللي يفكر أنه يتزوج يدير هكذا الحامية هدك الوقت فقط يدير هكذا تزوج دير دار سلام عليكم عم بل هم لعب أصبح الشباب تعنا اليوم هذا الشاب والشابة يظنون أنه دير هكذا بركت تزوج حاجة عادية هدا كان يفكر على المتعة وهدا يفكر على أموال هذا يفكر على الدنيا كل واحد كيفالة برانشتاع عن بالهم لعب هدو الزواج الزواج مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة باش تتزوج مع هذ الفتاة ولا الفتاة تزوج مع هذا الرجل لازم تدير مليار حسابات في راسها ولا في راسه هذي الشاب وكي تتزوج أعرف بل مسؤولية كبيرة ماشي مسؤولية باش تنفق على العائلة تاعك فهذاك وبليجي تنفق على زوجة تاعك والأبناء تاعك هذاك تخدم تاعبك هذيك بين ولكن طربية تعال أولاد تاعكم كي تجيبوا أولاد كيف تربيهم فهذه مسؤولية كبيرة وتتحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى أنت الأب ولا الأم ولادك إلدى راحوا في الأبرونش ماشي مليحة فأنت مسؤول عليهم يوم القيامة ولا أنت مسؤولون عن ذلك ورانا المجتمع الجزائرين نشوفوه يتدهور ورانا نتحدث بحرقة لأننا نحبو هذا الوطن وما نحبوش هذا الوطن يروح للهاوية والسبب كل شي نمسحوه في الدولة كل شي نمسحوه في المسؤولين صحيح نعم المسؤولين والدولة كذا كذا ما أدوش المسؤولية تعهم في بعض الأحيان ولكن احنا أيضا يا ورمين المسؤولية تعنا حنا مراناش مسؤولين ونسنوا أنه يكونوا ولات أمورنا يكونوا هاكدار يقلوا وحنا الأولاد تعنا مرميين هم ورانا نديروا في علاقات تزوج طلاق وهدي الدير الخلع الدير حفلة للخلع الله يهدينا أجمعنا أخونا أخوتي الكرام اكتبونا أضيفونا أسفل إذا نسيناك شي حاجة نقطة من النقاط احنا باشرنا غلطه ونصب ونخطئ سمحونا برك إذا كنا تقالع عليكم ولا غلطنا في أي شيء صحونا أسفل في التعليقات هذه هي تمنوا الخير لأمة الإسلامية ولوطننا الحبيب والغالي الجزائر السلام عليكم